بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابة عاملين ايه؟ ان شاء الله سنعمل مع بعض اللمون المعصفر ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و العدي و أصحابي أجمعين أنا معي حبابة نيكله لمون ومعي قبرة فلفل الفلفل اللي انت عايزة ومعي عصفر ومعي ربع جذر ومعي ربع فلفل أغضر اللمون هنا زي ما انتوا شايفينه وهنا العصفر مش هحط كله وهنا أقل من ربع كيلو فلفل أحمر وربع جذر ومعي هنا ده كس ملح كس ملح من الصغير وهنا ربع فلفل أغضر ومعهم أرنق أحمر وانا سبتي كم لمون أقول لكم هعمله يعني معكم زي وطبع اللمونة بشققها أربعة ربعة كده زي البرتقانة ماجبهاش للنهاية يعني ما تفتحيش اللمونة لغاية الأخر خالص فخليت كم واحدة دولة عشان نعملهم مع بعض طبعا اللمون ده حبايبي اللمون طعف اللمون دولة رخيص في السوق ففرصة بقى كل يجيب يخلي منه قبل ما يغل الشتاء دخل بقى اللمون طعفين حيغل آآ ان شاء الله دوتا هنحا هولع عليه السلق على البطوباز بس هديله يعني ضوبك ما يقلبش حتى قلب يعني يعني أول بس ما يبتدي يغلي كده آآ ان شاء الله هنطلعه مع بعض ونشوف هنعمله ازاي انا هنا هحطه في قلب الحلة وانا هحطه مية في الكاتر تغلي عشان خطر هحطه على السلق وما يخدش وقت معي ومعاك تاني حبيت اللمون تاني هنعمله مع بعض برضو اللمون نية خلص مش هنشوف انا هولع على ده يسلقه هجبه لكم كده عشان مش باين هحط عليه مية من الكاتر بالغاية ما الحلة تتملي والمية دي برضو كمان يا جماعة احنا مش هنرمي المية دي حقولوك هنعمل بقى هنستفد بيه بعض مية السلق مبرمهاش طبعا والففل طبعا زي ما همش هنجي جنبه هولع يلبه تجاز يا ضوبك بس يعني انا حوروه لكم يعني ضوبك بس ما يلحقش قلب ماشي حبيبي وبعد كده هنصفي ونسيبه يا برضو وحقولوك هنعمل مع بعض ازاي اهو زي ما انتم شايفينه هون يا ضوبك بصوه ما فيش حتى ما قلبش القلب يضوبك غلوة واحدة بس انا هطلعه في المصفى هطلعه في المصفى كده يبرد بس وقت ياخد راحته في النوع يبرد براحته بس بص لما انا نطلع عامل ازاي اهو شايفينه كأنه يعني ما السلقش يعني ضوبك هي غلوة واحدة بس عشان يبقى متمسك كده وحيب وميتريش معي حاسيبه يبرد بقى والمية برضو تبرد وحنشوف هنعمل مع بعض ايه الخطوة الجاية وحاولي تحط تحت حاجة عادية كده عشان المية متبقاش لو الصفة منه مية مسيحريش اللمان من تحت والمية كلها اهي زمان اقولت لكم مش هنرميها حاولوك هنعمل بقى ايه حاجب هنا بقى الفلفل هو الدوت ربع كيلو اه حقصه او تقطعي بالسكينة القرن على ثلاث حتات على مراتين مش مشكلة عايز اسيبيه سليم براحتك اه بس انا بحب اقطعه كلها على اساس تكون الحتة ايت وبقى حلوة كده على قد ما انت تكليه ما تقطعيش فيها وكده انا جبت هنا البولا معي ادي اللمون شايفين يا جماعة جامد وحلو ازا مش مهري وحلو ازا وبرد خالص اوه انا البولا حط فيها ربع الجزر انا بشراه هحط ربع الجزر كله وحط مع الملح ده كس ملح كس ملح الصغير اللي احنا بحاوله لكه ده الكس الصغير ده احط كس الملح واحط العصف بس مش اعط العصف الكله واحط الفلف اللحمر الفلف اللحمر ده الحرق هقلبه كله مع بعض بقى كويس كده طبعا المعلقة شكلها مش حيفها معانا في التقليب نشيلها خالص ونقلب بقيدين انت بقى براحتك لو انت عايزة تحط حبة البركة حط يعني في ناس كتيل او بتعمل اللمون المعصف بحبة البركة احنا عشان ما بنحبش حبة البركة بنحطوش بس انت لو حطيت حبة البركة برضو بقى جميل اوه اللي بقى كويس اوه كده الملح مع الفلفل مع الجزر وحنوريكم هنحشيه ازا في قلبي في البطرمان وهنستفاد بالمية بتاعته اللي احنا سلقنا بها ازا هجبيه البطرمان عندي هنا بطرمان عادي بلاستيك لو ازاز يكون احسن بس والمتواجد بقى هحط حبة جزر وحط حبة فلفل ونحشي مع بعض كام واحدة عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا بفتح اللمونة كده احشي من الفتحة من ناحية دي ومن ناحية دي انا هتبقى عامل زي البرطرمان المفتوحة من كل الجوانج كده حشيها والجزر بيخلي طعم اللمون في المنتهى الجميل يعني انت ما تيجي تكري اللمونة وفي قلبيها الجزر كده بقى طعم الجزر واخد من طعم اللمون بقى جميل جدا اه تحشي نحيتين كده متحشي نحية واحدة عشان تبقى تحس اللمونة كلها شكلها جميل كده وكلها وغضة من طعم الجزر انا حشيك كام واحدة هي عشان تشوفوها مع بعض هحط بقى في قلب البطرمون ترس بقى الرس اللمون اللمون ده وتتحط حبة ملفلفل ونكمل غاية ما البطرمون كله يكمل هنشوف حيك طبعا مش هيكفل البطرمون ده انا عندي بطرمون تاني هكامل فيه بقت اللمون ونشوف هنعمل مع بعضين هنهوت ملل بطرمون اهو طبعا بقيت وحطيته البطرمون تاني ما اتملاش اوي بس بقيته بطرمون التاني اه وهنا معاي هنا حبة لمون دول نيين خالص دوت يا جماعة مش مسلوق بس انا حبيت اقولكو برضو بحشي بنفس الحشوة نفس برضو الجزر بس دوت اه طبعا بيغيب او عن اللي انا متجيله سلقه دوت دوت بيغيب ينسيه يعني يقعد بالشارين يقعد بالتلاتة زي الزتوني نيين هحشي بنفس الحشوة دي برضو بالجزر بدي طعم حل والنسبة للفلفل ان الفلفل مش هعمل في حاجة خالص ولا حتى يعني شققت ولا اي حاجة اه لاني لو شققت الفلفل ولا حاولت ان انا احمل اه اعمل في اي حاجة فطبعا دوت بتهري على طول مع اللمون فكده بيفضل القرن الفلفل متماسك حتى لغاية الاخ اللمون فعش اللمون كده واللمون طبعا ناي ده هتركيني خالص مش هتكلي الوقت خالص بس انا احب بتعرفكم نفس الطريقة نفس الطريقة الايه المسلوب السيفر ان ده ناي ودوت نصف ساعة يا دوبة غلوة واحدة بس هنحط بقى الفلفل كده نرسه سليم كده في المتاع ونشوف مع بعض ايه هنكميله كله ونشوف مع بعض في النهائة وطبعا بقت الحشو دوت مش هنقول لك هنعمل فيه اللي هو الفلفل على الجزر هنحيق به ايه بقت المياه كلات تاعت اللمون والروح هاتينه على البطرمون وهو انا حشيته ده الناي وحطيت فوق وشي عشان ناي وحطيت فوق وشي اللي يلقش لللمون لان دوت هيقعد وحط عليه حب الزيت لان ده هيغيب بقى لكن التاني محطيتش فوق وشي اللمون لان احنا ناكله على طبع هنا ميت اللمون ايه حطيتها في البولة مرامتهاش مات اللمونت على السليق وحط فيها بقت الخالط اللي فاض وحطيت معلقتين الفلفل زيادة ماشي حباب هنقلب بقى كويس او كده نقلب كل الخالط ده كله مع بعضه هحط بقى في البطرمونت هحط في البطرمونت ولو لقيت ان انا عايزة مية تاني يكون مية برضو مغلية عشان خاطر ما تخليش اللمون يبوص هحط بقى كده باي كوباة باي حاجة روح حطة اللمون هحط كل الخالط دوت اهو وده قلن ايه مية اللمونت مع بقى الخالط مع الملح اللي احنا حطناه هعملهم بقى كلهم كده عشان حط في قوشوم زيت اه ده النايل اللي قدامكو دوت ودوت المعمول اللي غالبة واحدة نص سلقة والحبة اللي فاضلين احنا كاملنا من نص سلقة تاني برضو بس هحط بقى ايه حبة زيت على الوش كده وهحاول بقى عندك استريتش عندك كيس عندك اي حاجة تقفليه كويس قوي وده بقى تاكل منه ببقى طعمه جميل جدا دوت طبعا هيعود اللمون دوت هيعود ممكن بعد عشر تيام أسبوعين تاكل من نص سلقة ده لكن الناي ده انسي زي زي الزيتون انسي بقى ده بيغيب زي الزيتون العزيزي وان شاء الله ان تنسوناش في اللايك والشير ونتقابل في اكل جديدة من الاكلات تيتانونة والسلام عليك ومراحتو الله وبركاته